عايز برضو استكمالاً للأحداث والتغيرات المرتقبة داخل رابطة الأندية ولجنة المسابقات ولجنة الحكام اللي أنا بقوله ده أو اللي أنا حقوله لحضراتكم ده معلومات يعني إيه يعني مش معنى أن أنا أقول لحضراتكم معلومات أن أنا موافق عليه لا ولكن هي معلومات وصلت لزملائنا وللبيت الكبير فبنطلع نتكلم فيها بعض القرارات اللي حياء أو اللي تم اتخاذها ولكنها غير معلنة ولم تظهر للنور بشكل رسمي حتى الآن أول حاجة تم الاتفاق ما بين رابطة الأندية والتحاد كرة القدم على توجيه الشكر البرتغالي بريرا رئيس لجنة الحكام بعد انتهاء عقده يوم كام؟ يوم 30 أغسطس يا عم الإسلام ما أنت كنت بتقول مبارح أنه ده مش هيحصل لا أنا قلت أن الناس كانت متخيلة أو البعض كان متخيل أن عقد بريرا حينتهي 30 ست بعديه حيمشي لا هو عقده ينتهي 30 أغسطس والحمد لله لما وضحنا هذا الأمر بان للناس كلها هو حيمشي ولكن حيمشي أو سيتم توجيه الشكر ليه يوم 30 أغسطس وبيني وبينكم يجب أن يكون هناك تغيير في هذا الأمر ولكن المعلومة اللي عندي عشان هما بيزعلوا مني المعلومة اللي عندي معلومة تزعل معلومة تزعل ليه تزعل؟ لأنه التفكير في إسناد المهمة لرئيس لجنة الحكام خلال الفترة القادمة مصري خبير تحكيمي مصري طالما بنقول خبير تحكيمي مصري بحنتكلم في 2 أو 3 معروفين بالإسم وبعدين المعلومات اللي جايانا بتقول أنه بعد فشل التجربتين بالاستعانة بخبراء تحكيم أجانب لهم كلاتنبرج وبريرة وبالتالي سيتم الرجوع مرة أخرى للخبراء المصريين بالنسبة لي تجربة كلاتنبرج في وجوده على رأس لجنة الحكام وجهة نظري كانت تجربة ناجحة بريرة مش أنا لوحدي مصر كلها شايفة أن هناك خلل واضح في منظومة التحكيم زي ما قلت لحضراتكم من بارح النادي الأهلي هو أول من لفت النظر لهذا الأمر النادي الأهلي هو اللي راح قال للناس يا جماعة والقل لكل السبعتاشر نادي يا جماعة عندنا مشكلة في التحكيم عبر بيان واثنين وثلاثة وعشرة عندنا مشكلة في الحكام الرئاسيين وحكام الفار حد ده النادي الأهلي المشكلة فين ساعتها الناس قلت لك أيوة ده مش عارف ده أنتو بتقولوا كلام لا هذه ليست حقيقة النادي الأهلي ينظر لمصلحته ده ضروري جدا وطبيعي جدا ولكن هو ينظر أيضا لمصلحة كرة القدم المصرية النادي الأهلي يحترم الحكام المصريين وبشدة ولكن مع كل الأخطاء اللي بتحصل مع كل العدم المساواة ما بين الأندية وبعض حتى لو في الظلم لازم أقول لازم أتكلم كأنادي أهلي لازم أقول أن أنا عندي مشكلة كبيرة جدا في التحكيم وأشاور عليها نادي الأهلي شاور على الحكام أو شاور على مشكلة التحكيم من أكتر من سنتين فعشان كده أنا أقول لحضراتكم مهم جدا 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 هذه المعلومات وخليها في الزاكرة وحننتظر الأيام القادمة إيه اللي حيحصل هل عندنا أسماء مصرية عندنا أسماء مصرية ولكن لو هتمشي بالاحتواء وروح البروتوكول الحاجات اللي أنا دايماً بتكلم فيها مع حضراتكم لو الموضوع هيمشي بهذا الشكل لا نشوف هنعمل إيه بقى لأنه الموضوع هيبقى صعب جدا في ظل هذا المستوى المتردي أو المستوى الصعب لمعظم الحكام أنا بس بقول معلومات ونخليها في دماغنا كجمهور النادي الأهلي وأنا أنتظر ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة وبمناسبة لجنة الحكام لجنة الحكام رفضت التحقيق مع أحمد الغندور ومحمود البنة أعضاء طاقم التحكيم في مباراة الزمالك والمصري اللي خسرها الزمالك وشهدت جدلاً واسعاً لجنة الحكام أكدت على أن الثنائي قام بدورهما على أكمل وجه وبالتالي لا داعي من تحولهم للتحقيق ترجمة نانسي قنقر